سأل عن قراءة القصص الخيالية يقول سواء كانت للأطفال أو للكبار القصص الخيالية هي من ببثار بالأمثال والأمثال لا يلزم أن تكون واقعة في ذاتها إنما هي لتقريب المعاني وإذا كان كذلك بمعنى أن يقال خبر أو قصة لا تنسب لشخص معين وإنما لشخص من الناس من بني آدم وهو مما يحتمل وقوعه دون مبالغة ولا سرف في الخيال لأنه حيانا يسرف في الخيال فيخرج عن المقصود من ضرب الأمثال لتقريب المعاني وتجويد بعض الخصال وما أشبه ذلك والزجر عن الردي من الأقوال والأعمال فهذا إذا كان بهذا الإطار فلا حارج فيه إن كان على هذا النعم أما إذا كانت خيالية مما لا واقع له كحرب المجوم وإشبه ذلك من أشياء لا أطباق وما إلى ذلك وناس يطيرون هذه تغيب الإنسان عن الواقع كما أنها تشعره بالعجز وإضافة إلى ذلك تسلبه حمد الله على ما معه من النعم فلذلك لا أرى أن يخوض فيها أما ما يكون منها ضربا للأمثال لتعزيز معاني صالحة ودفع ما يمكن أن يكون من خصال السوء أو كان لتقريب معاني لتفهيمها فهذا لا بأس به شريطة أن لا ينسب إلى شخص معين بمعنى أن لا ينسب إلى فلان من الناس سواء كان نبي أو كان رسول أو كان صديق أو صالح أو من عامة الخلق لا ينسب لأحد لأنه لو لما تنسبها إلى شخص فأنت تكذب السلام عليكم الشيخ